موسيقى لو قدر يوصل لـ 23 مباراة بدون ما يستقبل أهداف يبقى محمد الشناوي عاد للرقم الكاسي الخاص بشريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق وإن شاء الله يقدر كمان يكسر هذا الرقم وهي حاجة تحسب في الآخر للنادي الأهلي وللحارس اللي وصل للرقم ده بكل تأكيد طيب النقطة المضيئة في اللقاء ده كان تعليق صفحة كابتانو على تويتر وقالوا أن السلية والشناوي هو أبرز نجوم مباراة الأمس أمام المقصة طيب سوبر كورة بتتكلم أن بعد حسم الدوري فيلر يدفع بالناشئين في مباراة الأهلي المتبقية وده ممكن يكون توقع من خلالهم أنه خلاص الفريق قدر أنه يحسن بطولة الدوري فبالتالي ممكن تكون دي فرصة ميستر فيلر أنه يدفع ببعض الناشئين لكن في نفس الوقت هم ما مفكروش أنه ممكن يكون فيلر بيفكر في بطولة دورة عبطال أفريقيا الناشئين دول مش مقايادين في القايمة الأفريقية فبالتالي مش هيكون في حاجة قوية لهم في البطولة الأفريقية بالطبيعة يعني فبرضو ده حيرجع على حسب رؤية ميستر فيلر هو عارف هو عايز المرحلة الجاية هيشوف الناشئين ده قراره مش هيشوف الناشئين دلوقتي عشان ده مش الوقت المناسب برضو ده قرار المدير الفني ميستر فيلر المدير الفني المميز طبعا طيب الوطن سبورت على تويتر بيقولوا أن الأهل يصرف خمسة ملايين جنيه لللاعبين وجهاز الفني قبل موجهتي الوداد وده بيكون كله طبقا لللايحة الخاصة بالفريق اللي بيتم وضعها مع بداية كل الموسم فده أمر بيكون مهم جدا وطبعا طبعا هم حققوا بطولة وحققوا هدف من ضمن الأهداف أكيد يستحقوا كل التأدير سواء المادي أو المعنى طيب خلينا نروح لفقرة ريندو أونلاين مع الأستاذ سعيد علي الناقد الرياضي الكبير ونتكلم معاه في بعض الأمور الهمة واللي بتتعلق بفريق النادي الأهلي هذا الموسم تحديدا يا سعيد أهلا بك من وردنا تحياتي ليه كمير أهلا بك وأهلا بجمهورة ريندو وعلى قناة الأهل أهلا بك يا أستاذ سعيد عايز أتكلم معاك عن تقييمك للنادي الأهلي على مدار موسم كامل قدر أنه يحقق في بطولة الدولة رغم عدم انتهى الموسم حتى الآن لكن رؤيتك للأهلي على مدار الفترات اللي فاتت كلها في الحقيقة هو كان موسم صعب جدا ونقدر نقسمه على مرحبين موسم كان النادي الأهلي يسير فيه بشكل قوي جدا جدا وكان يعبر عن وحشية النادي الأهلي في تحقيق أرقام كلاسية وخرافية وأداء ميساني الجزء الثاني بعد التونة ربما الأداء مر ببعض العصرات وصرابع وبعض الشيء فيه موجود اتصابات وغيابات وبعض الأزمات اللي حصلت أثرت بشكل بيد على الشكل والنتائج بعض الشيء لكنها لم تؤثر في النهاية على الهدف والغاية وهو تحقيق بطولة الدولي وانا كنت بشوف ان فيه مباردات لهذا التراقع وخاصة أن أنا شوف كل أنديات العالم باستثناء قلة قليلة جدا هي اللي لم تتأثر يعني باستثناء بايرا مرحبين بالتعديد هم النبيان الوحيدان اللي ما تأثرهش أو ما تعرضهش لأي أزمة بعد التونة أو كانوا مساعدين بشكل أفضل لكن في العموم نقدر نقول أن هذا الأهلي استحق التتويق بعد تاعة كمير جدا لأنه عايزة أقول مؤسسة مؤسسة جدا لبعض الناس اللي بتقلل من إنجاز الدول العام وتدويق بطولة الدول العام ومؤشرات الدول العام هي المؤشر والمعدل الحقيقي عن قوة أي منافس في أي بلد في العالم ودايما في مقولة بقودها وعنوان بحطه قالوا ليونيل ميسي في من سنتين أو كرة مواسم أن بطولة الليجة الإسبانية واحدة من أصعب البطولات التي يتعط فيها برشلونة والتي يتعط فيها أي نادي عشان يحققها لكن جمهور برشلونة يظل يراها بطولة سهلة لأنها بتتحقق بشكل داية السمين الأخيرة وقال أن جمهور برشلونة هيحس بقيمة البطولة بالتحديد لما برشلونة يخسرها أو يفتقدها وده اللي حصل اليوم فالنادي الأهلي حقق البطولة أمين لأنه كان النادي الأقوى وليس لأن منافسين بقلبهم شكل ضعيف أو ما عندهم تزبزب لأن الفارق جيد الأهلي وقصوهم 20 نقطة وأكتر وكذلك فارق 45 هدف فده بيعبد عن قوة غبارة ومسافة بعيدة عن هذا القصم حتى لو أنت شايفه ضعيف فبالنهاية الأهلي يفسح لأن أنت ضعيك النادي الأهلي حقق المكسر طيب يا سعيد عايزة أسألك بالتحديد عن الفارق الكبير في عدد النقاط النادي الأهلي ما هو ممكن الأهلي يفوز ببطولة لكن تبقى فيه منافسة قوية أسباب أن المنافسة القوية ما كانتش موجودة هذا الموسم من وجهة نظرك إيه يعني؟ أسباب المنافسة القوية أنا عايز أقول أن النادي الأهلي لعب دوري دوقتي يعني النادي الأهلي كان بيلعب بحاجة منفصل وكان هو المعيار والمخياد للمنافسة في كرة الدوري ما كانش بينافس حد تاني لكن هل النادي الأهلي غياب المنافسة القوية أثر على طموحه وأثر على رابطه؟ لا بسرطة للأهلي طوال الوقت يلعب بنفس الهدف والنتائج الكبيرة دي أميز ليها أسباب يعني أنت الحق الأرقام دي ده مجال لتحق لعب ده بالفارق ده أه لأجيك لأن أنت أولاً كإدارة وكتخطيط قدرت تحط اللاعب رقم 2 ورقم 3 في مسافة قريبة من اللاعب العساسي علشان كده لما حصل عندك بعض الإصابات وبعض الغيابات في وقت قدرت أنت تحقق تحقق نفس النتائج وتحقق نفس المكان فبالتالي ده أمر مخطط ليه وشغل الفاكل الاستراتيجي لازم أنت تبقى واخد بالك منه لأن إهماله في تجني على جهد وشغل قدرت تتم بساكل حقيقي خلال الفاكل المصر طيب أنا أنا أشوف من خصوم استسلمه أمام قوة الأهلي أنا صبارة بقولها وبعيدها وبطررها القصوم استسلمه مباشرة وشفنا ناس كثير جداً بتشيط ومدربينها رغم خفال كثير لأن بالأساس أدركه أن منافس النتائج الأهلي هو أمر جنومي أو عباسي ومثيش منه فايدة في الثاني السلام فده مؤشر وعبر أيضاً عن قوة النتائج الأهلي ويحصل فيه طيب عايز أتكلم معاك عن المرحلة القادمة وكيف تتوقع استراتيجية مستر روني فيلر خلال الفترة اللي جاية وما تبقى من مباريات في بطولة الدوري وخصوصاً أن أنت هيكون عندك كمان التحدي الأفريقي خلال الشهر المجبل يمكن يا عميل أنا حطيت عنوان بعد مجارات الأمس قلت أن المقصة هي نهاية الفترة الصعبة في مشوار نادي الأهل في الموسم عشرين بمعنى أن بالفعل مبارح بس تستعيد كل العناصر أو 20% من العناصر بتاعتك وأصبح عندك القايمة كاملة اللي تقدر من خلالها بقى تستغل شغلك الحقيقي بدون أي مشاكل زي المشاكل اللي وجدها في الفترة اللي كاملة يعني أنا شوف فايلت اتطرق لعبة بطرق لعبة معينة بسبب الفترة اللي معاه أو العدد المحبوظ اللي معاه بسبب عباد كتير الفترة اللي جاية أصبح عنده وفرج جداً استعاد كامل قوته أصبح موضوع من الشحات والفهرباء أعتقد من الفترة اللي جاية هيبدأ يفكر في مجرارة اللي جاية بشكل محدد هيفضي راحة شوية بعض الناس أشوف أن الدنيور الضائم يستحقون أن نحصل على راحة أو يعني نحتاج لراحة ومعينة الفترة دي بعض العناصر برضو محتاجة لراحة أنا شوفت مشاكل مبارح مثلاً يا أميل في الخروض بالكرة من تحت ده كان بسبب مثلاً أن أنت مفيش اثنين قلبة ساعة يا أميل في الفترة الأخيرة اللي عاموا مع بعضها سبتين أوه مفيش اثنين سبتين في المكان سبتين سبتين في فيهم كمان دعب الافتباز حان دفاجة راجع من فترة وعمد الفترة أيضاً راجع من فترة والأول مرة بالعاوه مع بعض الفترة لعد اللي يبقى مع خط الدفاع فقط مفيش أيضاً حالة التناغم وحالة الترابط التي موجودة المجلسات التي تكون موجودة فأعتقد أن كل المشاكل دي أمام بايلر وأمام ماذي الأهلي في الدولات المغبلة خرصة لأنه يضع بروفة الودان الفترة المغبلة مش هتكون مجرر سجليب ولا هتكون طبيع وقت أو تحصيل حاصل لا ده مرحلة جد جداً 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 هيحصل تدوير بشكل ما لكن في النهاية هتسعى إلى الوصول إلى التشكيلة والطريقة المثالية لموجودة الودان الفترة المطلوب من فايلر خلال الفترة اللي جاية إياه سعيد يعني إزاي يقدر يتعامل مع اللاعبين طبعاً في الجانب الفني ده طبيعي لكن فيما يتعلق بالجوانب الأخرى الجوانب النفسي الزهنية عشان تقدر تأهل اللاعبين لدور نصف النهائي ومباراتي الودات بإذن الله أولاً اللاعب لديه الأهلي لازم يأخذوا حقهم ولازم يحسوا أنهم قدموا جهد كبير جداً لأنه أنا شاهدت من قصاعم مش بلين دي بتمثل ضغط إضافي على اللاعبين لازم اللاعبين يفهموا كبير جداً لازم يوصلوهم أن احنا مقدرين الجهد الكبير فكرة أن أنت تلعك كل ثلاثة يام مباراة فكرة أنت تعمل الكبير في المخاض وفي الأهداف مع كل خسومة فكرة أنت تكثر بعد ذلك بعيد في أكثر من المباراة فهذا جهد جداً جداً أولاً لازم أفضل العمالي السهل اللي عملتوا حاجة عظيمة جداً جداً وتضافي لكم ثانياً البدء لتحديد الفطر الموبلة أنا بشوف أن مستر ريني بايلر مطالب بتجهيز العناصر اللي كانت غايدة فطر الثالثة بدنياً نحن نرتفع للمعادلات التنمية لأكبر عدد من العديد خاصة اللي كانوا غايدينين بزرط الثالثة واحزيم الشحات وحمد فكرة بالتعديد لذلك أنا بشوفه بإذن الله على مستقفة في شكل وعداء النادي الآخر دوري أفضل إن شاء الله بإذن الله يا سعيد أنا بشكرك شكراً جزيلاً أستاذ سعيد علي النقض الرياضي كان معانا عبر سكايب وتكلمنا معاه في بعض الأمور الهم جداً بتحديداً فيما يتعلق بالنادي الأهلي وفوزه وطولة الدور وكيف يستعيد النادي الأهلي المرحلة اللي جاية ومبارتين الودات في فترة إن شاء الله بإذن الله تكون كافية للفريق إن هو يقدر يجهز نفسه بشكل كامل وبنسبة 100% هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل فقران هيا الله بينا